فاز برنامج تعافي المختص بمساعدة المدمنين على التعافي من إدمان المواد المخدرة والذي تنفذه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالجائزة البرونزية في فئة الصحة على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا نعم وذلك ضمن جوائز استيفية العالمية المعنية بالإبداع والتميز المؤسسي للأعمال الدولية والمتاحة لجميع المؤسسات والشركات في كافة أنحاء العالم وبهذه المناسبة أكد العميد عبد العزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أكد أن تعليمات معالي وزير الداخلية بتبني الوسائل الحديثة والمبتكرة للارتقاء بالعمل تقف وراء هذا الإنجاز مؤكدا أن الإدارة تولي اهتماما خاصا بالبرامج والفعاليات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الشباب وحمايتهم من الوقوع في الجريمة